مرحبا أعزائي متابعي قناة بالنبيعين عربية شرح اليوم هو عن سماعة أبل وتحديدا عن مشكلة واجهتني في سماعة أبل حبيت أشرح لكم إياها أنه توقف عندي الشحن يعني أنا هذا البوكس من حاولت أنه أشحنه كان متوقف على الواحد وبعدها حطيت للشاحن والشاحن شغال بقى ثابت على ثلاثة ما بدي يزيد فأني حليتها بهذه الطريقة أتمنى أن تستفادون لكن قبلها طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو ما مشترك أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك الفيديو وهذه تجربتي وأني أشرح لكم إياها في البداية طبعا هذا الشاحن هذا الشاحن شغال مئة بالمئة وأني ربطت وخليت على الشاحن مثل ما تشاهدون قدامكم راح تشاهدون الآن ربطت راح أربط على الكهرباء وطبعا فتحته حاولت أنه يربط ما ربط ولا ظهر عندي فقط إلى أن خليت الشاحن ظهر واحد بالمئة فطبعا الآن خليت الشاحن صار عندي هنا مثل ما تشاهدون واحد بالمئة خليت تقريبا ثلاث ساعات بقى على ثلاثة بالمئة فقط يعني مزاد صح السماعة شحنت لكن هو مزاد فاللي عملت كل آتي بعد ما خليت السماعة للشاحن القديمة للا الساعات فشحنت فقط السماعة لكن البوكس مش حن فاللي عملتها أول شي دخلت على الإعدادات وطبعا دخلت على بلوتوث راح تشاهدون هنا البلوتوث والسماعة تكون مفصولة راح تكون هنا الإيربود عملت لها إلغاء الربط وعملت إعادة ضبط المصنع الفيديو راح يكون بصندق الوصف بعد ما خليت إعادة ضبط المصنع خليت الشاحن الجديد وشحنتها وخلال ربع ساعة مثل ما تشاهدون صارت 85 فهذه تجربتي وإن شاء الله تستفادوا منها رابط إعادة ضبط المصنع راح يكون بصندق الوصف تحياتي لكم أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة أنا حاضر وشكرا لكم مع ألف سلام